أهلا بكم في السيريز الخاصة بـ Routing from beginning to professionalism part number 2 اتكلمنا part number 1 على routing between two directly connected networks شبكتين متوصلين through one router نبدأ يعني نعقد أو نcomplicate السيناريو شوية ونتكلم على routing between two distant networks يعني two networks بعاد عن بعض يعني يفصل ما بينهم two routers three routers whatever عدد الروترات اللي ما بيني ما بين الـ networks دي فيعني case number 2 هناخد كده برضك نطلع يعني step by step وناخد two networks ما بين يعني موصلين ببعض عن three two router عندي هنا على اليمين سوري على شمال 10-0-0-24 وعشرين لسه طبعا نعملتش اي نوع الـ connection لان انا عايز برضك ابني معاك السيناريو step by step عشان لو في حد فاتوا حاجة في الجزء الاولي مكالش مفهومة نقدر نحاول نحن نعيدها مرة تانية في part number two وعندي فيه سابنت هتبقى between الـ routers دي هتبقى fringe 200-0-24 وعندي الـ network اللي هي اللي فيها الاجهزة التانية 300-0-24 طبعا اكيد الاجهزة دي سواء PC0 او PC1 عايز يكومونيكات مع PC2 او PC3 هنشوف القصة ماشية ازاي خلينا كده نوزع او نبدأ الاول بالـ بالـ connectivity نوصل الاجهزة على switch وزي ما قلت الجزء الاولاني in الـ port بتاع switch دي من ابدا في وضعية ready بمجرد ما انت بيحس باي connection او بتوصل بـ بيتعمل له power on power on وبعدين بيحصل زي some kind of negotiation على الـ speed لكن الـ router الكلام ده ما بيحصلش فيه وبيفضل الـ port في وضعية shut down لحد ده ما تتخش المانوالي تقومه او تخليه powered on عن طريق الـ command no shut down شوفنا كام دوت بس يعني بنذكر به النس نوصل بيتي الاجهزة على switch بعد كده to the router بعد كده هوصل two routers ببعض طبعا الـ cable او ال connection between these two routers may be كون least line may be some kind of VPN يعني بغض النظر على نوع connection لكن طبعا هنا يعني التسهيل هنخليها Ethernet لكن اللي هي يعني اللي هيمشي على هذا هذه subnet regardless شكل الـ link A لأن الناس اللي يعني هتخش على الجزء بتاع الـ WAN في CCNA وتعرف encapsulation protocol يعني في chapter 1 القصة دي ديها قده قصة لو هي انترنت وشكل وموضوع وحصل وموضوع وموضوع وقصص اللطيفة دية كلها موجودة في الجزء الخاص باللوان ديها قده مش قصتي قصتي دلوقتي اه تكنولوجي طيب كده الـ connection خلينا بقى نشوف توزيعه الـ iPad هات دي الرقل دوت .2 PC دوت .3 البيسي دوت هياخد دوت تو بس طبعا فرنج تلاتين البيسي دوت هياخد دوت سري وايضا قولنا من المحاضرة اللي فاتت ان البرت اف زيرو على زيرو بتاع الراوتر لازم ياخد اي بي ادرس فرنج بتاع الشبكة اللي هو يعني الناس متوصلة بيها عليه يعني الناس دي فرنج العشرة عشان تطلع على اي حد فرنج عشرين تلاتين او حتى لو كان في شبكة اكبر من كده اه اه نتوركس اخرى لازم لازم يقدروا يبعثوا للراوتر على اا اا لازم الاي بي ادرس فرنج يكون منهم ويمكن اللي راجع وذكر كويس البرت الاوياني هيعرف ان اي اعني الاجهزة بتوصل للراوتر او مش بتحتاج الاي بي ادرس بتاع الانترفيز دوت او بتحتاج الاي بي بتاع الجيتوي عشان تجيب المك ادرس نأمن قبل التعامل بيكون اا مع الراوتر اكتشلي مع المك ادرس بتاع او مش مع الاي بي دوت وسيلة لياجاد المك ادرس عن طريق الاربا بروتوكول او ادرس رزوليوشن بروتوك يبقى ارجع تاني واقول ان اف زيرو على زيرو لازم ياخد اي بي فرنج الى عشرة زيرو عربعة عشرين ولو لقيت حاجة غير كده يبقى ايزا في مشكلة في الكنكتفتي وهي دي اغلب الاسئلة اللي بتيجي دائما ابدا في الامتحانات في الجزء الخاص بالترابل شوتنج خلينا ديلو عشرة زيرو زيرو دوت واحد على اربعة وعشرين ده بالنسبة ليه الانترفيز اف زيرو على زيرو نفس الكلام اف زيرو على زيرو اللي هو متوصل بنيتور تلاتين زيرو 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 لازم ياخد ا انا في فرنج اه تلاتين زيرو زيرو سلاش تونتي فور اه ايه بقى هياخد تلاتين زيرو زيرو دوت ساي مسلا وان على اربعة وعشرين طبعا لسه ما تاخدش الكونفيجراشن لكن يعني بابدا ان انا اعمل دوكمنتيشن ليه الدياجرام بتاعي بحيس تبقى الدنيا كلها قصاد مني اثناء الكونفيجراشن ماش في عندي اي اخطاء طيب بعد كده المفروض ان الروتر ده يعني انا متخيل متخيل لما ييجي بي سي وان او بي سي زيرو يحاول يكمنيكات مع بي سي تو او بي س سوري فسياتيkunس الاسايقونس اكتولي لازم يمشي كناثه من ساي مسلا من سايا الممسي زيرو للسويتيсп 이 من السويـش للروتر ده المفروض الروتر ده انا متوقع ان هو حيبعت ليه appar تر ده هيبعت ل unknowns day على السلسلة ق ويبدأ أي رود للسويتش، يبدأ أي يبعت إلى راوتر، راوتر داي بعت إلى راوتر راوتر زيرو، راوتر زيرو، راوتر زيرو بعت إلى ديفايس and so on. دا بالنسبه ليه المسار، وغصبا عن عين الباكت أو الفريم لازم يمشي في هذا الـ path, physically... physically لازم يمشي بالـ flow اللي أنا قلت عليه. ولكن أنا عايز أقول حاجة، إزاي الراوتر هنا هيقدر يكومنكات مع الروتر داي B, meaning ان لازم يكون F0 على واحد بتاع راوتر زيرو ريتشابل من F0 على واحد بتاع راوتر 1 ميننج ان هما الاتنين يكونوا IPاتهم في نفس السابنت عشان يقدروا ان هما يكلموا بعض ويبعثوا لبعضهم ميننج ان انا هدي ليه الانترفيس اللي هو F0 على واحد 20.00.1.24 والIP ادريس بتاع الانترفيس اللي هو F0 على واحد من ناحية التانية بتاع راوتر التانية هياخد في نفس الرينج 20.00.2.24 كده يبقى حتى يعني بايولوجيك الامور كده يعني ماشي صح الامور كده ماشي صح طبعا انا متخيل زي ما قلت لك ان لو الكيس اللي عندي الكيس اللي عندي خلينا اكتبه كده فوق الكيس اللي عندي الكيس اللي عندي على مين بقى على سيئي مسلا بي سي تمبيه بي سي تو بي سي تمبيه ماشي كده بي سي base 0 فانا تخيلت او قلت لازم اذا الركوست هيمشي منه لسوياتش كان لراوتر على الانترفيس داUE وبعدين من الانترفيز ده الراوتر حيُم جايي نقله على الانترفيز ده وبعدين يمشي على المصار ده يُوصل الانترفيز ده الراوتر يبدأ انه هو يُحدفه على الانInterface F0 على 0 بعد كده يروح للسويتش거، السويتش يبوشي بإ até Pc2 وبعدين يرجع الرد من PC-2 للسويتش من الـ PATC1 الـ PATC1 يوما جييه تحطف على الانترفيز F0 على 1 صم الى الانترفيز F1 بتاع رأوتر R0 صم يبدأ يخش الانترفيز F0 على 0 بتاع رأوتر R0 ثم يوصل للسويتش ثم منه إلى PC0 مفيش مصار تاني غير كده خلينا امشي بقى وراء الكمانيكيشن التشين ديت خلينا امشي وراء الكمانيكيشن التشين دي طيب رقم واحد خلاص بقى حتة الجيتوي لازم الأجهزة دي PC0 و PC1 وانا بعمل لها Configuration بالمرة قديها الجيتوي على كم؟ بالزبط على 10-001 لأن سواء PC0 أو PC1 لو حبوا هم الاتنين يكلموا حد بره الصبن بتاعتهم اللي هي 10-00 على 24 يبقى يكلموا الجيتوي اللي الابي بتاعته 10-00 على 24 خلاص كده فيبعتوله request مفيش مشاكل فيه بالنسبة للراوتر لسه هنجيله ونشوف الراوتنج تابل بتاعه هيبقى عنده مصار للشبكة للشبكات ايه و ايه بالزبط القصة دي طيب خلينا اروح على PC0 بقى كده اظبط الconfiguration بتاعته الابي ادرس بتاعه هيكون 10-00.2 الماسك 255 255 255 و بالمرة بقى الجيتوي خلاص يعني تعيشنا فيها الجزء الاولاني part number 1 هيكون 10-001 وبعد ما تعمل القصة دي يعني المفروض انك انت تبنج على الجيتوي على طول وتشوف اذا كنت تقدر توصله ل 10-00.1 طبعا مش هيرد عليك لان الport is shut down الport is shut down وايه محتاجين احنا طبعا لسه ما هنخش نوصل للراوتر نعمله configuration و ندي الانترفيس IP باستخدام ال command no shut down هنقوم الانترفيس هتبديني كلها باندرانيج لكن لما تخلص الport دوت ما تنساش تشيخ على الحتة دي ما تنساش تشيك الحتة دي ربما يكون ال switch في مشكلة ربما يكون فيه switch hat في السكة التابلينج بتاعها مش متزبط make sure you have يعني to connect او to contact بتاعك دي مهم قوي طيب ده كده نروح ل نعمل نفس القصة نزبط ال IP address بتاعه في ال range حسب الرسمة ما احنا رسمين كده 10-00.3 ماسك بتاعه ال gateway 10-00.1 done كده الجهازين up and running اخش على الروتر بالمناسبة الروتر طبعا بردك مفروض ان فيه part انتخدته قبل الروتنج اللي هو زيت access الروتر وموضوع الانترفييس والإجزالري والكونسل وقصص دي كلها خلاص انا بافترض ان الناس خلصتها even لو ان فيها مشاكل يعني ان شاء الله هحاول ان انا يعني اعمل لكم practical lab كده هو تصور فيه كيفية توصيل الروترات وقصص دي هاخش اعصي اللي conf t قبل ما اخش اعمل configuration خلينا نشوف الروتنج تابل شو اي بروت زي ما شفناها المحاضر الفاتر طبعا مافيش اي حاجة لسه الروتنج تابل وعلى زيرو عشان نديده اي بي ادرس في الرينج اللي هو مفروض ماسك الشبكة فيه اللي هو عشرة زيرو زيرو عشرة زيرو زيرو دوت وان بتين خمس وخمسين دوت متين خمس وخمسين دوت زيرو and no shut down كده الانترفيس وانترفيس وماسك زي زي ماك زي ماك زي بزي ما كنا بنشرح في الجزء بتاع الاجهزة برضك بيبدأ الراوتر يقول ها ها اوكي يبقى ايزا اف زيرو عزيرو is connected to network النتروك دي اللي يتسوي هي تسوي النتروك دي بتاع الانترفيس عشرة زيرو زيرو واحد ما عمتين خمس وخمسين متين خمس وخمسين متين خمس وخمسين متين خمس وخمسين زيرو اللي هو اسلاش اربعة عشرين يطلع رقم الشبكة عشرة زيرو زيرو اربعة عشرين يبقى هو كده هيستندك ان النتروك عشرة زيرو زيرو على اربعة عشرين is directly connected على الانترفيس F0 على زيرو دي معلومة دي هو هيجيبها اوتوماتيكلي بدليل لو انت رجعت على routing table show hyperroot عشان تشوف routing table بتاعه هتلاقي كلام دوت فعلا تحقق وموجود ان F100 is directly connected على الانترفيس F0 على زيرو الانترفيس التاني لسه بفيش فيه اي اخبار خلينا نخش نعمل له configuration interface F0 على واحد IP address 20 00.1 255.25 255.0 and no shut down no shut down وبعدين show IP root عشان خاطر اشوف routing table هبس في اها انا قديت ال IP 20 00 وعلى واحد مفود 20 00 في حاجة مش مزبوطة خلينا نعيد تاني أو خلينا نشوف الاول الانترفيس بس show IP interface دا الكوماند اللي بيسترم عشان خاطر اشوف ال IP على الانترفيس F0 على 0 خد ال IP تمام التمام F0 على 1 اخد 20 00 على واحد تمام ولكن لسه still shut down ليه still shut down بالراب من انا عملت له no shut down هو ال status بتاعته physically is up لكن protocol is down ليه؟ لان الطعف التاني is not connected is not up and running لسه البورتي التاني مقامش وبالتالي هو لسه still مش حاسس باي نوع من نوع ال connectivity وبالتالي مش هيقوم معك ودي برده حاجة مهمة جدا تعمت ان انا اعملها عشان خاطر اعوريلك ان انت يعني لازم تكون بوسوس كواس جدا عالتبالش F0 على واحد ال status بتاعه up down up يعني physically up يعني انت يعني مقومه powered on ولكن protocol down meaning in الطرف التاني is not connected او حتى بيكون ساعات في بعض اه في الجزء بتاع الوان يقول لك ده فيه مسمعش في البروتوكول في الوان بروتوكول ممكن برضك يسبب ان الانتروفيس يكون في الجزء بتاع البروتوكول يكون down anyway خليني اروح على الروتر التاني واوم الانتروفيس في 0 على واحد او اوم الاثني انتروفيس اسبعه عشان يعني اخلص من جزء الروتنج تماما enable preferent a partie هبدأ بالانتروفيس اسف بزيرو علوا واحد الاول هديده ااي بي عدرس هيكون عشرين زرور ودatu دonian عشرين زرور دوتEN وتين خمس و حمسين توت متين خمس و شمسين اوت و remained sero فزيرو على زيرو. فزيرو على زيرو. حديدوا IP Address Fringe بتاع الشبكة اللي هي تلاتين. تلاتين. زيرو زيرو دوت واحد. باتين خمس و خمسين دوت ماتين خمس و خمسين دوت ماتين خمس و خمسين دوت زيرو. اند نو شات داون. اكزت. او اند على طول. شو IP Root بالنسبة ليه الروتر. ما تسرحش مني بقى لان الوقتي على روتر. روتر اللي هو. روتر اللي هو. اه سوري رون. رون. شو IP Root. اوت. بيقول ايه بقا. بيقول ان انا عندي في عاشين زرو 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 اللي هي المجزء دوت. هو الجزء ده. اللي هي عامين زرو زيرو. دي متوصله على إف جيرو على واحد. وان الشبكة ثلاتين زرو زيرو. متوصلة على إيف جيرو على جيرو. لمعلم عندي روتر العتحata تلك الشبكة. روتو. وريني كده الراوتنج تيبل بتاعك انت كمان. عاشرة zero 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 متوصل على F0 على زيرو. تمام تمام. وبالنسبة عشرين zero zero zero. دايركتل كنتد على F0 على واحد. كده. الراوتنج تيبل بتقول الاثنين is كل راوتر، حسب الرسمة كده، بعد ما اشيكت على الراوتينج تيبل، راوتر زيرو بيقول ان انا عندي عشرة زيرو زيرو زيرو، اي حد فرنج لعشرة؟ يعني اي عشرة زيرو عشر 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 زيرو سري عشرة زيرو مية می وخمسين، اي اي ترافك هيجي عايز يروح لحد فرنج لامل اللايبهات، اوكي؟ حبعته على F0 على 0 هو راوتر بيقول كده خلينا اكتبها كده يعني فهم راوتنج صح راوتر 0 بيقول If I as a router 0 Receive Destination Destination IP Equal 10.0.0.x Oكي Where X دي من 1 ل 2.54 وخمسين So I will Forward The request To F0 على 0 الport بتاعه لو هو F0 على 0 ده بالنسبة للراوتر R0 وكمان لو حبينا بقى نزود And if I Receive Destination IP P بيساوي 20.0.x Where إن الـ X دي من 1 ل 2.54 يعني 20.0.0 1.2.0.0 2.2.0.0 So I will Forward هبدأ Forward The request The request دوت To الانترافيز بتاعه F0 على 1 ماشي كده ده يعني Mمكن بقى ناخد الكلام ده كده كمان Copy عشان ندي لراوتر R1 ونعدل شوية حاجات بسيطة كده الراوتر الراوتر بالنسبة ل R1 قالك لو انا استقبلت فرنج لعشرين أو فوقه بقى هيتغير ده هيبقى 30 30 00x هيفرود F0 على 0 و20 00x هيفرود F0 على 1 تمام ده كده اللي بيقوله Routing Table بتاع Router 1 يعني هيحاول حطا لكم بقى هنا وانتوا تطبقوا ايه تاخدوا بالكم دي ترجمة Routing Table يا جماعة طيب طيب اي حاجة تانية يعني اي حاجة تانية يعني لو الراوتر جاتلو اي حاجة تانية فيها destination IP مش موجود في Routing Table قلتها المحاضرة اللي فاتت اولتها في Part Number 1 ان هيعمل Drop هيعمل Drop مش هيعمل Broadcast مفيش راوتر بيعمل Broadcast by default لكن هيعمل Drop لكن ال switch لما كان بيستقبل حاجة مش موجودة عنده في الجدول بتاع وكان بيعمل Broadcast كان بيعمل Broadcast 32.00.2 المسك بتاعه 55.50.0 بالمرة الgetway 30.00.1 done الرجل ده هياخد IP 30.00.3 المسك بتاعه 255.55.0 sorry والgetway 30.00.1 اوكي زي ما قلتلك after بعد ما انت توصل للدنيا دي كلها اتأكد بقى ان كل جهاز من الاجهزة دي قادر يشوف الgetway بتاعه ping 10.001 done كده الconnection بين وبين الراوتر تمام التمام مفيش في مشكلة برضو الPC1 نفس القصة ping 10.00.1 done كده connection بين PC1 للراوتر تمام بالنسبة لاجهزة التانية هل هم شايفين الgetway بتاعهم ولا في مشكلة ping 30.00.1 done الجهاز ده وتشايف الراوتر بتاعه او شايف الgetway قادر يوصل للبرت ده F0 عزيرو وهذا الdevice pin 30.00.1 كده تمام طيب نبدأ بقى نشوف الكيس بتاعتنا PC0 ده عايز ping على PC2 يعني هفتح command بتاع PC0 وهابدأ ان انا اكتب ping 30.00.2 30.00.2 ماشي كده بس خلي الدنيا كلها single diagram عشان الناس تبقى متابعة وشايف القصة ماشي ازاي ده كده الping command اللي هيطلع من PC اللي هو PC0 عشان يوصل ليه الدفايس ده طبعا فاكرين المحاضرة اللي فاتت القصة دي حكناها وهنحكيها المحاضرة دي للمرة التانية وفي كل المحاضرات هنقعد نعيد ونزيد فيها لانه هو ده اللي المفروض تتخيله اثناء ما انت بتعمل عملية من وفي مشكلة ما لازم يعدي عليك بسرعة ال 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 اللي احنا قعدنا نشتغل فيه الجزء اللي فات ping 3002 كان PC0 بيجنوريت some kind of frame ويبدأ يحط فيه وييجي عند ويبدأ يسأل نفسه سؤال هو 3002 طب ما تيجي نرسمها كده وانوضحها عشان الناس لو مش متخيلة الكلام تتخيله معاني طيب قادي الرسمة هيت PC0 بيعمل ping على 3002 بيجنوريت frame بالمنظر اللي صاب مننا دوت الماك والآيب هات source destination والديتا زي ما قلتنا هو بيبعت a request أو ping whatever الديتا ديت بالنسبة للسورس ما فيش مشكلة الجهاز دوت لو الماك بتاعه X فهيكتب ان السورس ماك X السورس IP بتاعه اللي هو عبارة عن 10 002 فيكتب 10 002 بالنسبة لل destination IP واضح وصريحة هو في command انه هو بيعايز يكمونيكات مع جهاز IP address بتاعه 3002 فهيكتبه انه هو 3002 ونبدأ نسأل نفسنا سؤال destination ماك زي ما شرحت في part number 1 زي ما قلت لك هيبقى حاجة من 2 لإما يبقى الماك بتاع لإما يبقى الماك off 10 00 سوري لإما يبقى الماك بتاع destination ذات نفس اللي هو 30 ماك off 30 002 مباشرة يجيبه يجيبه يما يكون الماك off PC 0 gateway يعني الماك بتاع الراوتر بتاع PC 0 على أساس إن ساعتها يعني هيبقى الراجل دوت برة القصة أو برة الصبنة اللي أنا يعني الجهاز اللي أنا بحاول لنا كومنيكات معاه بيكون برة الرنج دوت طيب شرحنا كم دوت الجزء اللي فات قلنا هيكون الماك بتاع 300 3002 ده إذا كان الجهاز اللي أنا بكلمه ده معاه عن نفس الشبكة ويكون الماك بتاع لو الجهاز ده برة الشبكة لو الجهاز ده موجود يعني على شبكة تانية غير الشبكة اللي أنا فيها ده مين اللي بيتكلم هنا تاني هو هو اللي بيتكلم وبالتالي كان لابد من معرفة if 3002 is on هل هو على PC0 network أو صابنت يعني or not عشان يجاوب على السؤال ده هياخد 3002 ويعمل له and أو سعب بنعملها العلامة دي كده مع 255 .255 .255 .0 اللي هو الماسك بتاع مين تاني بفكرك ده ال-IP بتاع destination أنا بكلمه أما ده it is my mask ده my mask الماسك بتاع أو صابنت الماسك بتاع بتاع مين بتاع PC0 خلاص طيب اضرب 30 255 يطلع 30 .0 255 .0 .0 255 .0 .2 .0 ده رقم الشبكة ده كده بيساوي net id رقم الشبكة of الرجل انت بتكلمه اللي هو destination يعني الطرف التاني الطرف التاني موجود على شبكة رقم 300 .000 طيب هل ده بيساوي net id بتاع الجهاز اللي هو PC0 لا ده لا يساوي ده لا يساوي ده كده لا يساوي net id net id of BC0 والnet id بتاع PC0 ده اللي هو كان بقى اللي هو حصل ده 14002 في الماسك بتاعه هو اللي خده في اول ده الجزء اللي انا شرحته ده في اول حيط بارت number 1 قلت الكلام دوت ان الجهاز ما بيخضع بيه ماسك عطول بيجيب النط عيدي بتاع 100 00 00 يبقى الاجابة ان انا حطر كPC0 ابعت الريكوست دوت اللي هتستلم مني الكلام ده مين يا جماعة السكنده هند هيكون الروتر يبقى الماك اللي هحط هنا هو الماك بتاع الجيت وي لو جيت بقى حطها بطريقة صح هقول هو الماك بتاع مين بقى بتاع F0 على 0 اللي الاجابة ادرس بتاعه كام على حسب بقى ده بيقول ويطر الاجابة بتاع الجيت وي كام يبص عنده في الاجابة انت من شوية لسه مدي البيس zero والجيت وي عشرة 001 فلو مش مدي هو مش مش هعرف يكمل مش هعرف يكمل البروز هتقف هنا اللي هو 10 001 فاصبحت العملية ازاي يجيب الماك ادرس بتاع الاجابة دوت هاو تو جيت ازاي يجيب الماك ادرس بتاع 10 001 دوت قولنا ان القصة اللي بتتعامل من خلال ARP protocol address resolution protocol صح كده من خلال address resolution protocol لقم واحد هيبدأ تشك الARP كاش من خلال الكماند نهو طبعا يعني لو انت عايز تشوف الARP كاش ARP minus enter رقم اتنين النواة يبعت ARP ARP request عالشبكة والARP request دوت يكون فيه message بتقول عايز اعرف الIP اللي هو 10 001 الماك بتاعه بيساوي ايه وتتبعت بوش بروتكاست لكل الناس ترجع تكيش القصص اللي احنا حكيناها المحا part number one part number one طيب هيعمل هوا بقى القصة دي خلاص مفيش مشكلة وهيوصل الكلام دوت لفراوتر شور هيوصل الكلام دوت لفراوتر شور خلينا رجع تاني للجزء العملي ادي PC zero اهو خلينا رجع اجيب الـ و نكمل بقى احنا لسا حد دلوقتي كاتبين ping 3002 واقفين هضغط على enter اها الـ 100% راح للراوتر مين قالك الـ اللي جاي اللي جاي اللي من الراوتر 10-001 اللي هو الـ بيقول لي ايه انا ااسف جدا destination host reachable ما عنديش سكة لـ 3002 ده معناه ان الـ راح للراوتر اه راح للراوتر وعفكر ده معناه كمان ان الجهاز ده قدر يجيبي MAC address يعني عمل القصة بتاعت الـ بدليل لو عاجت عملت حلاقي ادي الـ IP address بتاع الراوتر محطوط في المك address بتاعه يبقى ايزا القصة اللي انا قلتها من شوية تمت بس انت مش شايف بس انت تعرف عشان خاطر في بعض الاشياء وفي اسئلة كتير جدا بتيجي في الامتحانات بتتوقف على الحتة دي يو عضوا با يجيب لك كده snap shot من 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 ومن ويجيب لك شوات حاجات ويبعدين يبدا يسلعك سؤال ويبدأ ان هو شوفك حتقدر انك انت تفهم المشكلة وقعة فين بالزبط ولا ايه لازم تكون فهم الامور بتتمت زي على كل نود في في الناتورك anyway طب ده ليه يا جماعة ده لان راوتر زيرو ما عندهوش مصار يعني ما عندهوش مصار مش فيه هو راجل بعد بيقول له انا عايز اكلم تلاتين زيرو زيرو اثنين اما الراوتر بص في الجدول اللي بيشتغلها اساسه بص لها ايه لانه هو يعرف عشر او يعرف عشرين طب تلاتين ما عرفوش فيعمل ليه يعمل drop زي ما قلت لكم شوية ان الراوتنج تيبل لو استقبل معلومة او لو استقبل ماسدج او ريكوست في مش متسجل عنده في الجدول هيعمل له drop يبقى كمان مرة لو ان حضراتك عملت بينجاعة تلاتين زيرو زيرو من على اا بي سي اللي هو بي سي زيرو من على بي سي زيرو فالريكوست راح للراوتر انه هو انه في الراوتر اي بي ادرس تلاتين زيرو زيرو اثنين بص الراوتر في الراوتنج تيبل ملاقاش اي سكة تلاتين زيرو زيرو اثنين فعمل لها drop طيب الحل اي بقى الحل ان انا في هزي الحالة لازم اتيل الراوتر بطريقة ما على يعمل ايه لما يتسأل على تلاتين زيرو زيرو ازا نتورك يعني يعني هنا دائما ابدا انتتعامل مش مع specific IP قد ما بيبقى اتتعامل مع النتورك يعني لازم اخش اضيف root اعرف للراوتر زيرو دا اقول له ايه بقى يعني تخيل كده معايا logic لو انك انت الراوتر دا اعتبره كده يعني human وانت مفروض بتكلمه فبتقول له ايه لو في حد جاء لك بعت لك request هنا وقال لك انه هو عايز communicate مع some IP French 300x يعني 300x24 تبقى تبعت request من على interface دا يروح لل interface دا بس وملكش دعو يعني انا عايز اقول الكلمتين دول لا R0 طب وبالنسبة R1 عايز اقول له حاجة لا R1 مش هقول له حاجة ليه لان R1 لما هيجيله request هيقول له ايه واحد عايز يكلم حد French 30 هيبوص في جدوله 30 اه تمام هيقوم جاي بعته على interface دا انه هو عنده في الجدول 300 مربوط على F0 على 0 انا بجاي عامل forward بس من هنا لهنا وتوصل لل switch يبدأ يتشيك على المكاتو بتاع القصص دا ويبدأ يهندل ال request ويرجع مرة تانية ال reply في الاتجاه المعكس انسوان يبقى انا كل اللي انا محتاج اعمله ان اخش على router 0 على router 0 وابدأ احط المصار دا هذا ما يعرف بال static routing لاحظ ان لحد دلوقتي انا ما فتحتش اي powerpoint presentation ولا جبتلك اي معلومات نظري انا فاتح قصة عايش فيها معاك لحد ما تستوعب الامور كcommunication wise واتبقى معايا في communication chain دا بعد كده نبقى نوعد بقى نراجع يعني routing router بيعمل functions بتاعته الشكل على الاركام الشكل ports بتاعته command comfity اللي بكتبه هو iproot 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 يعني ايه يعني اسمع مني المصاري الاتي يعني هقولك على مصار ما هقولك على condition ما تتصرف فيه لو حد جاء سألك على حاجة معينة iproot النتورك اللي هي 30 000 يعني انا بقول الراتر انهوت لو اي حد سألك عن الشبكة 30000 لازم مع الفكرة تكمل وتكتب له subnet لازم تقول له يعني لو حد جاء سألك على 30000 xx يعني 30012 شغال ولا ولا 30011 شغال طب 13 شغال 30000 بمسك 255.255.50.255.50.550.0 ده كده معانا ايه لو حد سألك على ip 30000x مين اللي قالك كان ده اهو ال id مع المسك اللي تنمى مع بعضيهم بيقولوا للراوتر ان الشبكة 30000 على 24 هتعمل فيها ايه بقى لو جيتها عملت كوتشن مارك هتلاقي طبعا في حاجات كتير جدا مكتوبة قصد منك لكن انا هبدأ اقول لك ان بتعمل بطريقتين بتعمل بطريقتين لاما تقوله next hop ip address يعني تقوله ايه تقوله ابعت الكلام دوت ل 200 2 فهقوله هنا كده 200 dot 2 200 2 كده رغوط خلاص done كده بهذا الكماند انا بقول الراوتر الات يا راوتر 0 لو جالك حد عايز communicate مع ip في 300 x تبقى تبعت الكلام ده لجارك اللي هو ip 200 2 طبعا الراوتر ده بيقدر يكلم 200 2 فهيبعط له request بعد كده الراوتر ده هيستلم مفيش عنده ادنى مشكلة خلينا بعد ما عملنا الكماند ده خليني بس ارجع مرة تانية واشوف الراوتنج تابل هبقى شكله اعمل ازاي بقى بعد ما ضفت هذا الكماند show ip root ده اللي بيستعرض routing table آه بقى فيه ما صار تلت اهو واخد كلمة s s يعني static يعني في حد داخل عالراوتر وحطه بايدو manually added this is called static routing static routing الادمستراتور بلجن عالراوتر ويكتب الروت بايدو اهو بيقول في ان 300 0 0 سيبك من واحد على 0 distance دوت خلينا نمش step by step via 20 002 يعني من خلال router تاني الابي بتاقيه 20 002 طب وهو انت router 0 بتقدر تكلم 20 002 ده لانك لو مش تقدر تكلمه communication chain او communication cycle حتوقف خلينا ping هو ننفع ping من الروتر اهو طبعا ننفع 20 00 dot 2 done بيرد علي هوت يبقى ايزا ما فيش عندي كده الجدول تمام كده كده هو بيقول لو ايا حد سنة في عشرة فده متوصل على لو ايا حد جالي ريكوست عايز يروح لعشرين فده من خلال فده من خلال لو ايا حد جاي من خلال عايز يوصل لتلاتين 00 ده هيبقى ان شاء الله من خلال هبعت ريكوست دي راوتر تاني متوصل بيا ايوتو 200 002 واقدر اهو اوصل لو ايه 2002 ملحوصتين يعني هم حاكتين نستنتجهم من الربلاي ده اولا الكمميكيشن ماكملش ماكملش لحد الاخر ثانيا المسج اتغيرت كانت فوق ريبلاي فروم 10.0.0.1 دي سنة وصل انريتشبل زي ما انت شايف كده اهي اتغيرت الى لازم افهم كويس الربلاي اللي بيجي يا جماعة عشان نقدر ان انا يعني اعمل هنا الراوتر استلم على الانترفيز بتاعه الصح ودور ملاقاش فبعت قال لك انا مش قادر اوصل لراجل ده اما هنا فده هنا الراوتر استلم الراوتر هنا استلم وبعت لكن مجاش رد مجاش رد ليه مجاش رد يمكن المشكلة في الراوترات اللي بعادية يمكن المشكلة كانت عند الجهاز التاني اللي انا بتكلمه اللي هو 3002 ده ممكن يكون اساسا يعني مش موجود على الشبكة مفيش حاجة اسمها 3002 ممكن يكون مطفي ممكن يكون في فارول عليه وقافل يعني مهم ان الربلاي ما راجعش طب ما تيجي نعمل راجل ده بعت لراوتر تمام راوتر بعت لراوتر ده اكيد الراوتر ده جدوله تمام بعت هنا اذا المسج 100% وصلت لP62 تقدى امسك بقى P62 انت مردتش لي يا ابني هو الجتوي بتاعك كام 3001 جتوي بتاعك سليم اه كIP سليم طب كConnectivity انت شايف الراوتر ولا ولا فقط لاتصال بي ولا ايه 3001 تمام انت شايف الراوتر اذا انت رضيت رجعت بالربلاي على الراوتر مشكلة بقى الراوتر هنا استلم الرد ومقدرش يكمل ليه ليه مقدرش يكمل لان الراوتر لما جاله الرد من PC2 طب خلينا نرسمها كده عشان توضح للناس اكتر الشكل اللي اصب مننا دوت ده بيوضح اه الكمميكيشن سايكل بتتم زي او الفريم يعني وهو بيتبيعت من اول PC0 لحد ما يروح للسويتش وصم بالراوتر انت ايه اللي بيحصل فيه زي ما تشايف كده اولا ده شكل طبعا الفريم اللي طالع من PC0 السورس ماك اكس دستنش بمك هيبعت لواي حيص وواي هو المك أدرس بتاع الانترفيس F0 على zero وعرفنا قصة بتاعته بيجي ازاي القصص دي بيبص الاول في الكاش بتاع وما لاقهوش بيبدأ ايه بيبعت طبعا احنا الناس اللي همذكر سويتشنج عارفة كويس ان السويتش بيبص عال دستنش ماك ويبدأ يشوف هو موجود على نيه بورت وبتاع المهم من هو سيلك من القصة سويتشنج دي مش قصتنا هيبعت ليه الراوتر الراوتر هيستلم على الانترفيس اللي هو F0 على zero الكلام ده هو هتبدأ البورت يبدأ يعني يعني كخيك كده او فيه guard او فيه حارس وقف على هذا البورت ويبدأ ان هو يشك هو مطابق للدستنش ماك بتاع كرسيتي يعني الكلم ده جاي لنا دستنش ماك واي اه يا اتسمي ده الكلام ده جاي لنا بقى يوم جاي فاصل الكلام ده يعمل split للجزء بتاع المكات ويبدأ ان هو يدخل الجزء الخاص اللي هو الIP ات source destination زائد data للراوتر processor عشان يبدأ ان هو ياخد action يبقى ياخد بالك الراوتر اللي ما بيجي بيشتغل actually او بيعمل process بيعمل process على مين على packet عشان كده يقولك ان الراوتر بيعمل packet switching الراوتر بيعمل ايه بيعمل packet switching يعني ده كده كلها على بعضها من هنا الهنا دي كده اسمها packet بينما ده كده كله على بعضه من هنا الهنا بنسمي frame ما فيش حد يقول لي الراوتر بيستقبل frame ولا packet هو رابط بيستقبل frame ما فيش جاس في الدنيا بيستقبل frame بيستقبل frame ولكن زي ما قلت لك نتيجة ان هو او ما بتشك مطابق ليه الراوتر اللي ما بييجي يستقبل هيبدأ ان هو يبص في الراوتنج table بتاعه اللي هو احنا كاتبين في الكلام دوت وطبعا هيبقى كل تركيزه هي المسج دي رايحة فين ايه دي الشكل هو بيوضح فوق ال 3002 هيبص في الجدول 30 ده مش موجودة عندي بس طبعا احنا ضيفنا روت ضيفنا 2002 اللي هو مين اللي هو ال IP ادرس ده اه الفريم بيبدأ طبعا بعد ما بيوص اه سوري الراوتر بيبدأ ان هو بعد ما بيبص في الجدول بتاعه اهو فيلاقي الحتة دي كده اه ابعت لكام 2002 اه 2002 ده الرجل ده موجود يبقى ازم افرود الباكت دي احولها الناحية التانية الانترفيس اللي هو اخد IP 2001 ده ان هو ده القادر على الاتصال ب2002 هنا بيحصل للباكت التانية عشان ترجع الفريم باضافة سورس وماك ادرس جودات بقى زي ما انت شايف فوق مين السورس ماك هنا مين اليد اللي بتسلم هو هذا البر اللي هو F0 على واح الماك ادرس بتاع افترط ده فيكتب هنا W يبقى هتلاحز ان along the frame journey اللي بيتغير هو الماك وكاين الماك دي هي الاياد اللي بتسلم بعض فاهم قصلي ازاي هي دي الهانت يعني اوك فايبقى من Z ل W 10 002 عايز يكلم 3002 باستخدام الping ده يعني باعت ويبعت الريكوست لي راوتر اللي هو R1 R1 هيبدأ يجيله الكلام ده هي تشيك عال destination هيلاقي 3002 هيبص في الجدول ده هيلاقي 300 ده موجود على كام على port F0 على 0 بتاع هو فيبدأ ينقل زي ما انت شايف كده هيبدأ يحول الكلام دوت اهو الى port اللي هو F0 على 0 ويبدأ يعمل فريمات جديدة يضيف source وماك أدرس فريم آآ source وماك أدرس جوداد للفريم هيبقى source ماك هيبقى port ده الماك بتاعه C مثلا W وبالنسبة لل destination ماك هيكون عبارة عن P اللي هو الجهاز اللي هو PC 2 لانه هو خلاص كده يعني connection ته طبعا بيجيبوا الماكات ازاي بنفس الكيفية ARP ARP خلاص يبقى خلصة القصة هيعمل ARP يعني لو جينا شوفنا كده كانت القصة بتمشي ازاي في المرحلة دي في المرحلة دي لما كان الجهاز الراوتر بيستقبل ويحاوله ناحية التانية وييجي هنا المفروض هو هيبوش الكلام دوت للراوتر اللي جنبه حسب حسب طبعا 2002 ده الماك أدرس بتاعه كام ما هو التسليم والتسلم يا جماعة من خلال المكان بس بدلت الاي بي آه 2002 الماك بتاعه بيساوي ايه تاني يبوص في الكاش ده الراوتر لي كاش آه لي كاش ملاقاش يعمل ايه يعمل ARP يبعط ARP مش مع الاي بي يقول يا جماعة 2002 الماك بتاعه كام الماك بيساوي ايه ويبوش الكلام دوت البرودكاست بس برودكاست منين بقى من على الانترفيس اللي هو ده يعني هو مش همشي في التجاهات ده لات من هو ما فيش تجاهات تانية هيستيلم التنية ده دراجة ده هيرود ده عليها هيكيش نفس القصة اللي بتحصل بين الاجهزة وما بين الراوترات هي نفسها القصة ما بين الراوترات وما بين الراوترات فسبع عشان ما طولش في الحدوطة وتبقى مملة. خلاص انت بتبقى عارف القصة ماشية ازاي. خلاص? نيجي بقى نشوف يعني خلينا نبدأ. نشوف كده مع بعض. اللي احنا محتاجين بقى نعمله. خليني بس كده. تعا بقى بيه لما هيجي يرد يبعث الريبلاي. خل بالك من الفريم بقى بشكل عامل ازاي? الفريم هيكون في ريبلاي. الرد ده الديتا. بالنسبة بقى اللي عنوين هقعها تتقلب. يعني ايه يعني هيحصل لها ريفيرسينج دي المعكات. الصورس الدستانيشن. الصورس الدستانيشن دي. تماثل... بتاعicular بإمكان الاستغلاق وبالنسبة للشيء هاتصفي على الآخر الترجمة بالنسبة للصورس مك اللي هو مك بتاعه اللي هو بي بالنسبة للدستيشان مك أوقف بقى إحكي القصة تاني أن الدستيشان 10 002 ده مش موجود معاااة فرمسال صابتة فهيبعط مهم في الأخر هتصفي على كام هتصفي على الدستيشان مك بتاعه الروتر اللي هو بيمثل مين الجيتوي بتاعه عقبني الجيتوي بتاعي اللي هو 3001 اللي هو الانترفيس ده اللي المك بتاعه آه Q فيحط هنا Q ويبدأ يبعت il reply il reply هيجي للروتر il reply دوت كده اهو. هيروح لمين؟ هيروح للراوتر. الراوتر ده هيعمل ايه بقا؟ الراوتر ده هيبدأ يبص في الراوتني تبا. هيليقي ايه? هيليقي نفسه العامة مفروض يبعت او يكلم يشوف المسار هو عشرة 0.02 ده موجود فين؟ يبص في الجدول. عشرة 0.02 عشرة 0.02 ده مش موجود. فيعمل ايه يعمل مل يبقى كاتب مشكلة، كاتب المشكلة عندنا في الكيس بتاعتنا ان الراجل اللي بعت الريبلاي لكن الراوتر ده ملاقاش مصار للشبكة بتاعة عشرة زيرو زيرو دي عشان يبدأ يرجع يعني او يعني يفارود المين فملاقاش مصار فعمل ايه؟ عمل دروب. يعني انت عايز تقول ليه ملاخ الحل او يعني المشكلة تتلخص. هروح ليه الراوتر دوت. وابدأ اقول له او لو كانت فرنج العشرة زيرو 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 على ربعة وعشرين. ابعت دوت فين في انهي اتجاه? اه ابعته لعشرين زيرو زيرو واحد. اللي هو احنا بنسميه يعني هقول له ابعت للراجل دوت وهو هيتصرف. محتاج ان انا اضيف هزا الستاتيك روت جوه بتاع عشان خاطر تكمل. طيب تعالى بقى نشوف بنعمل القصة دي ازاي? بنرجع تاني للتوبولوجي ونروح لراوتر وان. ايه بروت عشرة زيرو زيرو زيرو. متين خمسة وخمسين دوت متين خمسة خمسة وخمسين دوت زيرو. ابعت على عشرين زيرو زيرو دوت وان اللي هو الاي بي از بتاع او او اهو ابعت على عشرين زيرو زيرو وان. انتر اجزت وريني بقى راوتنج تابل شو اي بروت? كمان كده عشرة زيرو زيرو واحد حبعتها من خلال عشرين زيرو زيرو وان. ده كده راوتنج تابل سليم. طب ببينج على عشرة على عشرين زيرو زيرو وان. كمان ما فيش مشكلة. كده نرجع بقى تاني البي سي زيرو واندي له البي انج الاخير عشان نخلص منه. ربلاي فروم تلاتين زيرو زيرو اتنين. تعال بقى نشوف كده. بي سي زيرو. هيقدر يكومونيكات مع تلاتين زيرو زيرو اتنين. انتر. تمام تمام. كده. الكومونيكيشن تشين. اوباندرونيك. والسيكونس بتاعها مفيش فيه ادنى مشكلة. ممكن البعض يكون شايف التوبوليش ده هو السامبل. لكن فيه تركات كتيرة. وفيه شغل كتير. ولازم انك انت تكون واخد بالك من تصبيتة الائي بي هات على الراوتر. تصبيتة الراوتنج تيبل. تتاكد الاجهزة واحدة جيتوي صح. كمان لسه قصة الارب. الارب كاش ده. الارب كاش ده. الارب كاش ده. it is the source of hacking. ده مصدر يعني انت عايز تأتك اي ديفايس على النتورك. هتلاقي نفسك انك انت بتجيب تول. وتقدر تدرب بيها الارب كاش بحيث تغذيب معلمات غلط. هو ده اللي كان يعمل له نوت كات. هو نوت كات. بتبقى فاكرته ايه? بتبقى فاكرته ان الراوتر ده. طبعا بيبقى بعد كده في الانترنت. اوكي? واني مفروض الاجهزة اثناء الكمنيكشن مع الانترنت بتبعت الريكوستات لمين? بتبعت الريكوستات للراوتر. طبعا زي ما احنا فاهمنا كده. الريكوستات ما بتروحش. الراوتر إليه لما يكون الجهاز عنده في الكاش. اا او يعني يكون عارف الماك ادرس بتاع الجيتوي بتاعه. عشرة زير يزرو واحد. يعني انت بتبقى مضبط الجهاز ده. انه واحد جيتوي ص ربما من كده مش طالع انترنت ليه? لان الماك ادرس متخزن عندك في الكاش غلط. طب ومين اللي غزاء? اا some kind of attacking تم اا اا through network. انا فيه كويري او فيه يعني مسج يتبعته. poisoning مسج يتبعته للاجهزة. ايطلق اا اا هاي بيسي زيرو الاي بي الماك ادرس بتاعه عشرة زيرو زيرو وان. اللي هو مفروض اا كان اا 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 دابليو ولا اكس يديوه ماك غلط وبالتالي ما قدرش ان هو يخليه قدر يوصل ليه الجيتوي. يعني القصة دي بتتشرح بالتفص اا اا في كورسات السكورتي وكورسات الهاكينج. لكن انا احنا برضك خدنا فكرة الامور اا 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 يعني بتبقى ماشية ازاي القصة بتبقى ماشية ازاي اا اا very important ان الناس كلها تبقى عارفة البروزيز اللي بتتم hidden لليوزر بيبقى شكلها عاملة ازاي عشان يقدر بعد كده ان هو يترابل شوت النتورك whatever التوبولوجي كان complicated هيقدر ان شاء الله ان هو يمشي ورا المشكلة لحد ما يحلها. ده كده كان case number two. اللي هو ان في عندي two distant networks بينهم اتنين routers. لسه معانا cases تانية في الجزء بتاع ال routing. عايزين نcomplicate الامور اكثر واكثر واكثر. ونشوف نقدر نعمل قصة بتاعة connectivity between devices شكلها عاملة ازاي وروترات شكلها عاملة ازاي. لسه في عندي شغل كتير في الجزء بتاع ال routing.